في الفترة الاخيرة لست اجهزة كتير قوي وانا ما راجعت شوالك كلمت عن جهاز واحد وده لاني كنت امر بظروف حالة وفاة جد الاول والد والدي وبعد كده جدتي والدة والدتي الله يرحمهم يا رب ويجعلهم من اهل الجنة ويغفر لهم طبعا النفسية كانت غير مؤهلة ان الواحد لا يتكلم لا في اي حاجة ولا يعمل اي فيديو ولا يقف حتى يصور فده اللي خلاني اتأخرت وفوت دميع الاجهزة دي ولكن اوعدك كمشترك انت ملاكش دعب الظروف الشخصية اللي ممر بيها انت مشترك عشان عايز اتعلم حاجة معاينة وتستفيد من النقطة معاينة ولكن اوعدك ان الاجهزة اللي فاتت دي اللي الناس كلها عملت عنها مراجعات مفيش مانا ان انا اتكلم عنها لان كل انسان ليه طابع وكل انسان ليه اسلوب في تقديم المحتوى بتاعه فانا كل الاجهزة اللي فاتتني سواء ا13 ا 15 شاومي نوت 7 العجهزة دي كلها هتكلم عنها وبكل صراحة مش هداري عيوب ماليش جعب غير مش مانا ان اجيل اعمل الفيديو فخلاص فتنا لا معملوش لا ان شاء الله بامر الله اقل من اسبوع اكون اتكلمت عن جميع الاجهزة اللي فاتتني بس الواحد نفسي يتاهده شوية فطبعا كان افضل شي ان انا اعمله بعد حالتين الوافاة دول ان انا اعمل فيديو اهديه لروح جدي وجدتي ربما واحد مننا نيته صدقة فيقول امين باخلاص او يدونهم باخلاص فربنا يستجيب وساعات هتلاقي لما تموت ربنا بارك في عمرك جميعا تلاقي اللي يدعي لك حتى لو ما يعرفكش هتفر معك كتير اول اسأل الله العظيم رب العرش عظيم ان يسكنهم الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب ابسط حاجة تعملها انك تنزل تقول امين من اليوم اطول عليكم خلونا نخش سريعا في افضل تطبيق لنا شهر رمضان 2019 وطبعا مفيش افضل من تطبيقاتي للقناة الكريم طبعا في ناس تقول لي ايه جديد مصحف معروف لا طبعا النسخة اللي انا جايبها او لقيتها على المتجر نسخة مميزة انا هسيب لك طبعا الرابط بتاعها في الديسكريبشن تحت النسخة فيها وضع اقراء العالية فيها اختبار للحفز فيها عادر ختمات الانتحاتها سوف رمضان او خرج رمضان فيها الاستماع بدون انترنت كذلك النسخة فيها ترجمة فيها تفسير فيها احكام التجويذ فيها حاجات كتير اوي هتعجبك خلونا نبص بصة على تطبيق المصحف المميز دي ايكونت البرنامج اول ما تخش على المتجر طبعا نسيب لك الروت في الديسكريبشن تحت هتلاقي دي الايكونت بتاعته ولقد يسرنا الغراء للذكر فهل من مزدكر النسخة فيها حاجات كتير او ميزة خلونا اول حاجة نبدأ بالعرض الافقي علشان يناسب رؤيتك او مش رؤيتك للفيديو ده بوضع من هنا اجيب وضع افقي ده اخد مسلا على صورة اهل عمران خلينا نبص بصة على قائمة الجنب بالشمال بتقدر تصحبها دي الاعدادات اللي انسى داخل عليها ده وضع القراءة الليلية عشان الاضاءة ما تتابش النظر او تتاب العين وده يتوضع عدم السكون ان ما يمشيش تابع اعدادات النظام يعني ان البرنامج يفضل في وضع نشاط دائم للاضاءة الايكونة اللي جنبها دي دي التفسير التفسير الميصف هنا انجليش فرينسي يعني نسخة جميلة اقدر يكيها من هنا كده بالشكل ده بقدر بعرض الصورة بشكل بعرض صورة الصفحة بشكل مضغوط لازل تتعب النظر شوية اعتقد فاخلينا على الوضع العادي افضل ان هو ده دي الالوان الوان الصفحة نفسها يعني كده انا بغير اللون دي ترجمة تفسير وترجمة دي احكام التجويد اكلها بغنى اطغام بيعلمك احكام التجويد برضو اختبار الحفزة ده جميل جدا لو عملت كده ودست السورة الامران بشكل عشوائي ودست اذهب هيجيب لي ايه الاية اللي بعد انما نملي لهم خيرون لعنفسهم انما نملي لهم ليزادوا يسموا ولهم عذابوا مهين انا احافظها طبعا هقدر ان انا نجعها واختبر قوة حفزي هالجي بتاع صح ولا غلط بالضغط على ده الاية 180 كده انا بقى اجيب صح انا بقى اختبر حفزي فيها اعمل ازاي بخرج منها بالشكل ده ولا عايز الانتقال السريع اي اية اي صورة اي صفحة بقدر من صفحة الانتقال السريع البحث ده مميز جدا برضو اني بكتب في البحث مثلا كل والله احد والله احد كل والله احد جبالي صورة الاخلاص دعوانا حابب ان انا استمع من الزر ده بس طبعا هنا لازم اكون محملها من النت عشان اقدر اسمع مكرا لان اعيزه ولو انت بتحب تسجل بصوتك او بتعرف تكره القرآن بتوسع على الزر اللي احمل تاعت تسجيل وبتسجل منه اللي انت عايزه خلينا نختبر حاجة تانية زي مثلا الضغط المطول على الاية الضغط المطول على الاية بيجيب لك الزر البلاي او تشجيل لو انت محملة بتقدر تسمعها بتقدر من هنا الزر المشاركة تشاركها مع اي حد تاني فيس او غيره وهنا بتعمل نسخ كده مثلا تم النسخ هنا بتخفيها لو انا بختبر حفظ كل اعوذ رب الفرق من شر ما خلق اتأكد من كلامي بدوس عليها تظهر لي خلينا نشوف بقية القايمة ده لو عايز تبعاتها رسالة لحد تمام وده لو عايز تفسرها وده كان شرح مختصر لبرنامج المصحف النسخة المميزة بتقدر تحمل مع المتجر وهتكتشف فيها حاجات برضو من نفسك تعجبك جدا وما تنساش تدعي لجدي وجدتي في التعليقات بالغفران والعفو وان ربنا يجعلهم من اهل الجنة بدون حساب ولا السباكة عذاب ويجعل العمل ده في مزان حسناتهم العمل ده انا بهديه لجدي وجدتي الله يرحمهم ويجعل العمل ده في مزان حسناتهم وطبعا انا عارف ان انت ملكش زنب في التاخير ده كله وانا بعتزر على انقطاع الفترة دي كلها ولكن ان شاء الله على قد مقدر هحاول اتكلم عن اشهر اجهزة لزة مصر وهنتكلم عنها كويسة ولا لا اوصحك تشتريها ولا اكالعادة انتظرنا في فيديو خاص بتليفون قدرت اجمع تسريبات عنه من شركة سامسونج لها اتكلم عن ولكن خلينا نتكلم عن الاجهزة اللي لسه هتنزل واللي سامسونج بتحضر له عندك في جهاز سامسونج بتحضر له بدون زرائر نهائي لا زرار جنب ولا زرار فوليوم ولا اي حاجة مش عايز احنا انفاجئات خلي الكلام ده كله يجي في الفيديو بتاعه افضل ان شاء الله في اربعة نتكلم عنه سلام